وينضم إلينا من بغداد الدكتور حسين الهندوي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات دكتور حسين شكرا لقبول الدعوة وأهلا بك في نشرتنا هذا المساء أكدت في تصريح سابق أن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة مع البرلمان للانتهاء من إصدار قانون للانتخابات هل أنتم مقتنعون بالقانون الذي يريد البرلمان تصويت عليه؟ تحية لك ولكل مشاهدي قناتكم الكريمة في الواقع قضية الاتفاق قضية أخرى لأن السلطة التشريعية هي السلطة الحصرية في إصدار القانون وفي تصويت القانون الحكومة تنتظر القانون حتى تبدأ مفوضي الانتخابات التي هي أيضا تنتظر القانون لتبدأ حملها في جدولة العملية الانتخابية خلال الفثرة المتبقية لتقريبا ثمانية أشهر طيب دكتور حسين دائما الحكومة تصرح وأنت صرحت أكثر من مرة أن الحكومة تريد قانون عادل يضمن الحق لمشاركة الجميع خصوصا المنتفضين هل تعتقد أن القانون المطروح حاليا الدواء المتوسطة يضمن حق الكتل السياسية على حساب الشارع المنتفض أو شكل القانون الذي يريده الشارع؟ أنا لا أعتقد أن الدواء المتوسطة تغبن حق الشارع والعملية الانتخابية عملية تنافسية على كل جهة مشاركة في هذا التنافس أن تنظم أمورها من أجل الفوز بأكبر عدد من المقاعد العدالة ينبغي أن تكون انطلاقا من الدستور الدستور يؤكد على موضوع الديمقراطية وموضوع العدالة والحرية في التصويت وهذه الأمور يجب أن تراعى في التنفيذ القانون أي قانون قد يكون عادل إذا كانت هناك مصداقية في تنفيذ القانون وهذا أمر يلقى على عاتق الفوضية باعتبارها السلطة الحصرية في تنظيم الانتخابات أنا أعتقد أن ما تم القيام به أمس كان خطوة جيدة للأمام الآن ننتظر أن تكتم الجداول وينتهي القانون ويخرج من مجلس النواب نهائيا طيب أشرت إلى تهيئة البيئة الأمنية اللازمة للانتخابات لم تستطع الحكومة إلى حد الآن بسط الأمن أنتم أنفسكم مهددون كيف ستستطيع أو سيستطيع رئيس الوزراء خلق بيئة آمنة للانتخابات الانتخابات هي إرادة سياسية قرار سياسي وبالتالي تهيئة البيئة الآمنة هي أيضا من مهام الحكومة لم تكن هناك أي انتخابات في الماضي بدون مشاكل أمنية حتى في الانتخابات الأولى التي جرت في 2005 كان هناك أخطار كبيرة في بعض المحافظات خاصة الأنبار مثلا لم يكن بإمكان أي ناخب أن يصوت بشكل حر لأنه كانت القاعدة التنظيمات الإرهابية تسيطر على مناطق واسعة نفس الشيء حصل في فترات لاحقة وأيضا مع حضور تنظيمات داعش الإرهابية في الموصل في مناطق أخرى لم تمنع إجراء انتخابات جيدة في 2018 هناك إشكالات على التنفيذ لكن من ناحية أمنية لم تكن هناك مشاكل أعتقد أن الجانب الأمني يمكن ضمانه في الانتخابات القادمة داخل محطات الاقتراع وإيضا خارجه ليست هناك مشاكل كبيرة الجانب الأمني ممكن ضمانه بشكل نسبي في الواقع أشرتكم إلى لجان وزارية عليا ستتولى مهام أو مساعدة المفاوضية ما طبيعة عمل هذه اللجان؟ متى ستباشر؟ اللجان بعضها باشر مسبقا أولا هناك لجنة فيما يتعلق دعم عملية التسجيل البيومتريا لكافة الناخبين هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية خبراء في هذا المجال وأيضا المفاوضية ونحن أيضا معهم شغلها أنه التعجيل ومساعدة المفاوضية في إنجاز ما تبقى من بطاقات الكترونية بيومترية خاصة بالانتخابات هناك ما يقارب 26 مليون ونصف المليون ناخب عراقي حاليا مسجل هناك أكثر من 60% تم إصدار بطاقات الكترونية لهم وهناك عملية الآن على قدم مساق من أجل إنجاز المتبقي نفس الشيء بالنسبة للجنة وزارية مشتركة فيما يتعلق بالدفاع هناك لجنة أمنية الآن مشكلة من عدة وزارات الدفاع الداخلية مكافحة الأرهاب أيضا الأمن الوطني المخابرات والمفاوضية معهم وأيضا رئاس الوزراء من أجل ضمان البيئة الآمنة ضمان الأمن والانتخابات على كافة المستويات هناك لجنة وزارية مشتركة أيضا لتوفير المدارس مراكز الانتخابات التي تحولها تكون في المدارس غالبا وأيضا المخازن بالنسبة للوزارة التجارة وكل القضايا الأخرى التي تخص العملية الانتخابية طيب دكتور حسين ألا تعتقد أنه كان من الأولى حسم بلفة أعداد السكاني قبل موضوع البطاقة البيومترية أو الذهاب للتصويت على قانون الانتخابات للأسف خلال الفترة الماضية تقريبا خلال أكثر من خمسين سنة لم ينجز التعداد السكاني أنا أعتقد التعداد السكاني هو مهم لكنه ليس مانع أمام إجراء الانتخابات التعداد السكاني يفيد في كل قضايا تخص التنمية تخص تطور البلد وأيضا في الانتخابات في سجل ناخبين ممتاز وجيد لكن لعدم وجود هذا التعداد لم يمنع الأمر من إجراء أربع انتخابات سابقا ولم تكن هناك مشكلة فيما يتعلق في أعداء سجل الناخبين باعتبار هو الأساس التعداد السكاني لعام 1957 هو كان آخر تعداد مصداقية يمتلك مصداقية أهنذاك ولحد لا لم يتم ينبغي أن يتم لكن نعتقد أن هذا الأمر ليس مهم جدا حاليا برغم وجود نسبة خطأ في سجل الناخبين قد تصل إلى 5% دكتور حسين أنتم أشرتم في تصريحاتكم السابقة وما زلتم إلى الدفع إلى حسن موضوع المحكمة الاتحادية لو مرر مجلس نواب القانون الذي يتحدث عنه اليوم أين سيطعن المعترضون والمحكمة الاتحادية لم تكمل النصاب إلى حد اللحظة؟ المحكمة الاتحادية في الواقع دورها في نهاية الانتخابات هو للتصديق على انتاج نهائي الانتخابات لا زالت هناك فترة زمية مناسبة أيضا قضية إقرار حل هذه المشكلة ليس بالصعوبة التي قد تتصور هناك قضية إتمام النصاب لمحكمة الاتحادية أو هناك أيضا مشاريع سواء بتغيير القانون أو بتعديله وهذا الأمر يخص مجلس النواب نعتقد أن هذه العملية سهلة جدا وهناك وعود وتعهدات مجلس النواب بإنجاز هذه القضية خلال فترة قصيرة مضى من أن الانتخابات ستجرى في موعدها السادس من حزيران المقبل هناك كل المستلزمات الآن نعمل من أجل إنجازها وتحضيرها والاستعدادات متواصلة من قبل مفوضية ومن قبل كل أطراب ذات العلاقة نعتقد أنها الفترة الزمنية مناسبة جدا وبعد تقريبا ثمانية أشهر وهي فترة جيدة يجب أن تكون هناك استعدادات متواصلة وعمل مثابر وتخصيصات مالية وافية لكي تتم الانتخابات في هذا الموعد من بغداد دكتور حسين الهنداوي مستشار الرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات شكرا جزيلا لك دكتور مستشار الرئيس الوزراء مستشار الرئيس الوزراء مستشار الرئيس الوزراء